الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعده مرحبا بكم في لايف جديد من لايفات يوم الاثنين آخر لايفين كنا تكلمنا على حفظ القرآن والنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى حيكون الكلام على ضبط العلاقة مع القرآن كيف يصاحب الإنسان القرآن خلينا الأول نقول أن أول مرة تكلمنا فيها عن حفظ القرآن عملنا لكم صدمة معينة وهي أننا ذكرنا حديث واحد بس هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تمام؟ ومن هنا انطلقنا في عتاب لكل من لم يهتم بالحفظ أو لم يهتم بالمراجعة وأنه هو مهدد أنه ما يعرفش يوم القيامة أنه يعني يرتقي ويرتل أنه في الحقيقة مش حافظ كويس مش مراجعة كويس فمش هيقدر يوم القيامة يقرأ ويرتقي ويرتل زي ما الحديث بيرشد وهو واهم أنه هو فاكر أنه مجرد حفظ شوية قرآن زمان ومش بيرجعهم فهو داخل في الحديث ده لأ أنت مش داخل في الحديث دوت وبدأنا على كده نحفز أن احنا عايزين فعلا نيتنا في حفظ القرآن ومراجعة أن احنا نهتم جدا بقوة الحفظ علشان بس المقام دوت علشان ربنا يرضى علشان أهلنا يلبسوا حلتان لا تقوم لهم الدنيا علشان أنت تلبس تاج الوقار علشان 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 فكان تركيزي في الحديث على المعنى ده وهو معنى قوة الحفظ قوة المراجعة علشان أقدر يوم الإيامة أن أنا أقرأ وارتقي ويرتل تمام؟ خلينا النهار ده بقى أبدأ بداية تانية وهي برضو حديث أنا أحب دايما نبدأ بالصدمة عشان نتفاجئ كلنا وبعد كده نرجع عليه النفوق ونشوفه إحنا فين من القرآن هل أنا هدفي من اللايفين اللي فاتوا أن أنا أقول لك احفظ قرآن بس أو تعلم تجويد بس أو راجع بس يبقى أنت غلطان واهم أنا كل اللايفين اللي فاتوا دول كنت بحطك على أول سلمة في الطريق أول السلمة أول السلمة أن يبقى معايا قرآن بس وبعد كده لسه بقى حنتفاهم لسه هنشوف هنعمل بيه لسه نشوف هنتغير بيه إزاي لكن أنا مجرد أن أنا متوقع أن أنا خلاص تعاطم اللايفين معايا خطة حفظ وخطة مراجعة ثم ماذا بعد مفيش ماذا بعد يا خلاص بقى الشيخ قال ليه نحفظ وراجع أنت كده مية مية لا يا حبيبي لا خد بالك بقى خد الصدمة أنا حقول لك دلوقتي كم صدمة علشان نفوأ ونعرف إحنا فين هي المسألة بس مش حفظ صاحب القرآن هجماعة يوم القيامة عشان يبقى اسمك صاحب القرآن مش مجرد أن أنت بتقرأ كتير أو بتحفظ كتير إنها في شرط خطير جدا عشان يبقى اسمك بتحفظ قرآن الشرط دوت هو كالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر مثلا عن الزهر ويني اللي هو البقرة والعمران قال تأتيان يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما تحجان عن صاحبهما في رواية هنا الرواية بتقول تحجان عن صاحبهما في رواية يأتي من بقى صاحب البقرة والعمران دوت قال في رواية تأتي يوم القيامة البقرة والعمران وأهلهما أهلهما الذين كانوا يعملون بهما في الدنيا يبقى مين أهل البقرة والعمران اللي كانوا بيعملوا بهما في الدنيا يبقى أنا عشان أقول إن أنا صاحب بقرة صاحب العمران يبقى يشترط إن أنا أكون من العاملين بالصورة من الفاهمين اللي معنا بالتاليها يجب أن يكون فاهمها وبعمل بها يبقى أنا دلوقتي بأخذ الصدمة الجديدة مش الصدمة القديمة إن أنت ما كنتش هتقرأ وترتقي وترتل إلا لو كنت مراجع كويس وحفظ كويس فبنينا اللايف على الحفظ الكويس ومراجع الكويس النهار دا أقول لك في حاجة تانية إن اللي بيعمل بالبقرة والعمران هو دا اللي نقدر نقول عليه صاحب البقرة والعمران مسألة مش هتبقى حفظ بس حفظه وعمل والعمل أولى من الحفظ يعني لو واحد بيعمل بالبقرة والعمران ومش حفظهم أفضل من حفظهم وما بيعملش بهم فأتي يوم القيامة كما في الرواية البقرة والعمران وأهلهم والذين كانوا يعملون بهما في الدنيا إلا دا أول صدمة إن أنا مش هتسمى إن أنا من أهل صورة من أهل القرآن إلا لو كنت مع العناية بالقرآن حفظا وعلما وتجويد ومراجعة وترتيل لازم أكون بالتوازي بأعمل بما أعلم طيب خد بقى الجديد خد الصدمة التانية كلنا حفظين حديث مشهور أوي هو أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة حلو حفظين إحنا الحديث ده بس مشكلة إحنا حفظين لغاية هنا بس يعني إحنا مش عايزين نكمله لأن كملته هتحرج ناس آه تمام فإحنا بنحب إيه نقول إيه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فكل واحد فينا معتبر نفسه إن هو داخل في الحديث ده على اعتبار إيه على اعتبار أن أنا بحفظ قرآن أو بقرأ شوية كده مع نفسي بتاع فاكر كده إن هو داخل في ليه لا تعالي بقى تعالي أكمل الرواية تكمل الرواية ورية اللي عنده الرواية ديت أو يقدر يجبها لنا من النت دلوقتي يجبها لنا عشان نقرأها مع بعض الرواية بعبايتها بتقولي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يقول الصيام يا رب يا رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه ماشي ويقول القرآن تعالي بقى ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل قال فيشفعان فيشفعان هل إحنا النص التاني من الحديث ده إحنا في يعني هل إحنا في النص التاني من الحديث يعني نص أولاني أكيد كلنا من نصوم بيمنعنا الطعام بالنهار لكن نص التاني المشكلة عندي في النص التاني هل القرآن حيجب وأكيد القرآن مش هيجب ولا يجملك إنما حيوصه في الحقيقة حيوصه في الحقيقة فهو دلوقتي حيشفع فيك فحيقول يا رب منعته النوم بالليل فهل القرآن فعلا منعك من النوم بالليل هذا سؤال محرق جدا لأن في الحقيقة هتقول لي الصراحة الصراحة لا حصلتش قبل كده يبهل أنت داخل في الحديث ده يعني القرآن منعك من النوم بالليل يعني أنت مقتطع جزء من الليل للقيام والقيام ده مؤثر على نومك كمان يعني بدل ما تنام تمن ساعات مثلا لا والله أنا هنام ستة أو سبعة عشان عايز أفضي ساعة للقيام أو كنت بالليل بتحفظي أو بترجعي فطولت الحفظ وطول المراجعة فقلت مش مشكلة أخذ من نومي شوية علشان أهتم بالحفظ أو مراجعة وأجيب وردي ما نمش قبل ما أجيب وردي علشان والله أنا محتاجة رائع كويس عشان بقرأ تفسير كنت بسمع دورة في التدبر فالقرآن أخذ من النوم أو أنا والله كنت حاوم الفجر عادي بس لا 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 أنا مش حاوم الفجر أنا أقوم ساعة بدري ساعة بدري قبل الفجر أصلي شوية ومش مشكلة الساعة دي ربنا يبارك في القليل وأعوضها بعدين في الليل بعد العصر أو كده فده اسمه أن القرآن منعك من النوم بالليل أما واحد يعني ما فيش أي حاجة من الحاجات دي خالص يعني ليله ما شاء الله للك على يعني اللي بيمنعك من النوم بالليل اليوتيوب ممكن اللي بنيعك من نوم بالليل الفيسبوك ممكن اللي بنيعك من نوم بالليل التيك توك ممكن اللي بنيعك من نوم بالليل تفرج على افلام وسلسلات ممكن اللي بنيعك من نوم بالليل انك بتكلمي يا شاب اه في التليفون اتخيل ومجرد نوم مجرد بيارة شوية قرآن الصبح معتقد ان هو كده من ايه يعني داخل في الحديث ده يعني داخل بسدره في الحديث دوت انت هتهزر لازم عشان نقول ان انت راجل اهل القرآن او راجل تينفع يتقال ان انت من اهل الحديث دوت يتوفر فيك الشرط ان القرآن هيقول مناعته النوم بالليل فقال القرآن منعك من النوم بالليل ولا منعكش فلو ما منعكش يبقى احنا كده ايه محتاجين شغل شوية على نفسنا لان احنا كده بعيد شوية عن صحبة القرآن خد الحديث اللي جاي هو الصدمة التالتة لان احنا مشكلة احنا بندخل نفسنا في كل حديث اللي فيها فضل القرآن على اعتبار ان احنا ما شاء الله من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته فانا جاي اقول لك لا استنى الموضوع مش بالبساطة دي حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اه ان اول ما انشق القبر عن عن الانسان في حديث بيبين نبي عليه الصلاة والسلام ياريت برضو تجيبوا له الحديث ده ياريت تجيبوا الحديث ده اول ما انشق الانسان اول ما انشق عنه القبر يلقاه القرآن كالرجل الشاحب يلقاه القرآن كالرجل الشاحب تمام يلقاه القرآن كالرجل الشاحب فيقول انا صاحبك القرآن انا صاحبك القرآن بعد كده هيقول له ايه هيقول له انا اصهرت ليلك انا الذي اصهرت ليلك واضمقت هواجرك انا الذي اصهرت ليلك واضمقت هواجرك يعني انا اللي خليتك صهران بالليل صهرت بسببي وكنت بتقوم من النوم بسببي وكنت بتاخد من نومك عشاني هل انت في الليلة دي هل انت موجود في الوصف ده هل القرآن هيقول كلام غير الواقع هل القرآن هيجذب يا همها مش معقولة جماعة فلو انا مش بالوصف ده يبقى مش انا بس موضوع بسيط جدا هو القرآن هيقول يرقى رجل كرجل الشاحب فيقول انا صاحبك القرآن اللي احنا انت بتسمي نفسك صاحب القرآن انا الذي اصهرت ليلك موجودة دي لا انا الذي ازمأت هواجرك موجودة دي ازمأت هواجرك يعني ازمأت هواجرك يعني انا من حبك في القرآن لديت القرآن بيدعو للصيام وبيسني على الصائمين فبدأت تصوم فبدأت تصوم فبسبب القرآن بدأت ايه تصوم فبتصوم دلوقتي وبسبب ايه بسبب وصايا القرآن هل انت بالصفة دي هل انت بتصوم بتصوم يعني بتصوم نوافل بتصوم اتنين وخميس بتصوم تلاتة بتصوم اي حاجة? بتعمل اي حاجة في حياتك? ولا مش بتصوم? فلو القرآن ما حملكش على القيام الصيام صار من اجل مراجعة والتدبر والتفاهم وسماع دروس عن القرآن يبقى مش دي الصحبة. تمام? انا الذي اسهرت ليلك وازمقته ايه? وازمقته هوجرك. عشان كده في الحديث يا ريت يقولنا الرواية يأتي يوم القيمة كرجل الايه? كرجل الشاحب. كرجل الشاحب. وده برضو العلماء بيسألوا يعني بيقولوا هو ليه? آه كويس هنأسألت ايه. ما بيقولوا ليه قال كرجل الشاحب. يعني ليه كرجل الشاحب. قالوا لان ده هو حاله في الدنيا. حاله في الدنيا. يعني حال الراجل ده هو كان كده في الدنيا. تعارفين اهل القرآن? اهل العبادة بجد. اللي هم ايه? اللي هم اه 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 عندهم عبادة طويلة بيصهروا كتير في القرآن. بيعودوا كتير مع القرآن. نومهم قليل. عارف بيبقى شكله عين زي بتلاقي الاخ كده شكله ايه تحس ووشه شاحب شوية. اه تحس يعني اه مش نايم كويس فعلا. باين عليه اثر القيام يعني في كده ايه? فيش حوب شوية. بياكل قليل. بيصهر كتير. بيورع قرآن كتير. بيقوم بدري قبل الفجر. فده مؤثر شوية على نومه. مؤثر شوية على اكله. بس كل ده من اجل القرآن. فتشعر في النهاية ان هو شكله كرجل الشاحب. فهو القرآن طالع بالصورة اللي الشخص ده بيطلع بيها. هي صورته في الحياة في الدنيا. وده بيدلك على ان فعلا صاحب العبادة طالب العلم الداعية. الشخص المنهمك في خدمة الدين. ده بيأثر عليه فعلا بيأثر على صحته حتى. بياخد من اكله بياخد من شربه بياخد من وقته بياخد من نومه لدرجة نوع ممكن يبانى عليه الشحوب احيانا بسبب الارهاق والتعب في من اجل الدين. فلذلك كان يقال ان كان تحت عيناي ابن عباس تحت عيناي ابن عباس مثل الشراك البالي من كثرة الدموع. كان تحت عيناي ابن عباس مثل الشراك البالي من كثرة الدموع. وقال كان ابو موسى الاشعري يصوم حتى يصفر وجهه. كان يصوم حتى يصفر وجهه. هو ده احوال اهل 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 العبادة. فهو القرآن طالع كالرجل الشاحب يقول انا الذي ايه اصهرت ليلك انا الذي ازمعت ايه هواجرك. وان كل تاجر من وراء تجارته. يعني كل تاجر مفروض ياخد ربح التجارة. واني لك من وراء كل تجارة. فيعطى الملكة بيمينه والخلدة بشماله. ويكسى والدهم حلتان لا تقوم لهم الدنيا. ويعني اه يوضع على رأسي تاج الوقار الحديث المشهور. لا عايز اقوله بس في الحديث ده. ان ان مسألة ان انت تقول انا صاحب القرآن. كلام محتاج مراجعة. ومحتاج ان احنا يعني نشوف ايه الكلام. صاحب القرآن. طيب احنا قلنا من صفات صاحب القرآن الواضحة في الاحاديث. ان القرآن يأخذ من نومه. ان انه يقوم به من الليل. انه يعني يدفعه الى صيام النهار. انه يحمله على اه 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 الصهر. من اجل القرآن. من اجل التدبر. من اجل العبادة. او يقوم قبل الفجر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون. يبدأ احوالهم. تمام? لو جبنا كلمة صاحب حتى من باب تاني. تعال نقول صاحب. صاحب. لما نقول واحد مصاحب واحد. يعني ايه واحد مصاحب واحد? يعني علشان اقول ان انت صاحبي. لازم يتوفر فيك شرطين. لو الشرط مش شرطين دول مش موجودين. يبقى انت مش صاحبي اوي. اول شرط الموافقة. يعني انا اعرف ناس كتير صح? في ناس بعتبروا زميلي. زميل في العمل. زميل في الكلية. زميل في السكشن. تمام? بس مش صاحبي. مش صاحبي. ليه? يقول لك مفيش تألف ما بينه. يعني هو دماغه غير دماغي. اهتماماته غير اهتماماتي. اه سنه غير سني. برضو الدماغ مش واحدة. ما حستش ان هو يعني قريب مني اوي. يعني ايه? فكرة ان في قواسم مشتركة كتير بتساعد على تكوين الصحوبية ديت. لكن صاحبي لازم بيكون شبهي. لازم بيكون شبهي. اللي هو صاحبي صاحبي فعلا قريب مني اوي. فتلاقي دماغه دماغي بيفكر زي بيتكلم زي مستوانة واحد لبسينا قريب من بعض اهتماماتنا واحدة افكارنا واحدة ما بحتاجش ان انا اشرح له كتير انا عايز ايه ما بيعارضنيش كتير براي اهتماماتي براي اهتماماته بنحاول نريح بعض ده صحبي هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام وصفه قال المرء على دين خليلي المرء على دين خليلي طيب تعالى نطبق الوصف ده القرآن لو ان المرء على دين خليلي ما اعتبر القرآن ده هو خليلك او صاحبك طبق القرآن ثابت مش هيتغير يعني لو مش هيتغير عشان خطرك ولا هيامل حاجة عشانك كتاب عزيز انت تروح له ومش بيجيلك يعني في جهر حل واحد عشان صاحبه انا اللي بقى شبه يعني ده الحل الوحيد عشان ابقى صاحب القرآن انا اللي بقى شبه هو مش هيبقى شبه يكيد فامتى اكون صاحب القرآن لو انا شبه شبه انا على دين خليلي فتعاليم القرآن اوامر القرآن انا كل ما بكون بنفذها ده بينقلني لمنزلة صاحب ببقى صاحبه بقى خلاص انت بقيت صاحبي خلاص انت بقيت شبه انت بقيت مني انت بقيت بتوافقني لكن انا بقرأ قرآن كتير بحفظ قرآن كتير لكن في فرق بين ما يدعو اليه القرآن وبين سلوكي لا يزخر قوم من قوم وانا بازخر لا يغطب بعضكم بعضا وانا بغتاب لا اه لا تأكلوا الربا وانا بأكل الربا اه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وانا باطلق البصر كل المؤمنات يغضون من ابصارهم وانا باطلق البصر اه احفظوا فروجكم انا بعمل العادة السرية واتفرج على الافلام الاباحية اه 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 ولا يبدينا زينة هن الا ما ظهر منها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن وانت لبسك داية وحجابك شفاف وفاة ومفتن وملفت للنظر وكله زينة في بعضه ولداية ومنيكير يبقى احنا فين من الصحبة ديت اقيم الصلاة وانا بصلي كروتا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة. وانا بصليش فجر اصلا. اين الحكم الا لله? وانا مش بتحكم لدين ربنا. ولما بيجي لحكم ربنا بيعجبنيش. احكام الطلاق. احكام المواريث. احنا في وادي. قرآن في وادي تاني. وبعد كده عايزين نقول احنا انا صاحب القرآن. انا حافظ عم الشيخ انا حافظ عارس شيك زي اجيبهم لك سرد. انا خاتم عم الشيخ واجيب لك سرد. يبقى انت سمعت اللايفين اللي فاتوا بس. تعالي بقى. تعالي. تعالي. تعاليم القرآن. ما يدعو عليه القرآن. تمام? هل انت بتعمل كده ولا لا? تمام? يبقى انا عشان اقول الصحبية. يبقى لازم واحد ان يبقى فيه. متابعة. في تشابه. في دين خليلي. فلو انت افعالك اخلاقك اعباداتك في وادي. وما يدعو القرآن في وادي تاني. يبقى لو خاتم قرآن يبقى انت مش صاحبه. لو خاتم قرآن يبقى انت مش صاحبه. العلامة التانية. احنا قلنا علامتين للصحبة. العلامة التانية وهي عدم الملل. عدم الملل. تعالى كده هاتلي بنتين من اللي هما بيحبوا بعض قوي. بنت وبتحب صاحبتها وبينهم يعني هما زي صحاب صحاب بقى جامد قوي يعني. شوفهم هما بيتكلموا مع بعض. هتلاقي البنت بتكلم صاحبتها في الكلية. بتروح معها الصبح. بتركب معها. بيقضوا يرغوا طول السكة. ويروحوا. تمام? يعضوا في في المحاضرة. يعضوا جنب بعض. ويتكلموا مع بعض. وينزلوا في البريك مع بعض. ويفطروا مع بعض. ويعضوا طول السكة مع بعض. ويروحوا مع بعض. وبعد ما يروحوا بيكلموا بعض اونلاين. وبتعكسها في الشات. وبتعمل لها كومنتات. وبتبعت لها في آآ على الواتس. وبتبعت لها التليجرام. وبعد كده تتكلمها بالليل. وبعد كده تنام. واول ما بتصحب تصبح عليها. صح? ولو البنت دي في معدية كده تحت البيت. ويتلانزل نقف شوية هتنزل لها. ماما تقول لها يا بنتي ما انت لسه كنت معاه في الكلية. تقول لها ماما صاحبتي ما ازهقش منها. وممكن تقف معاه في الشارع ساعة. تتكلم. تزهقش. والناس ينادوا عليها اطلع يا بنت كفاية كده ما انت خلاص ما ترغيته طول اليوم. تقول لها ماما صاحبتي ما ازهقش منها. فمن علامات الصحبة عدم الملل. فعايز تقيم قدر صحبتك القرآن. شوف انت بتزهق امتى? بتزهق امتى? كل ما تكون بتزهق اسرع كل ما يدل على ضعف العلاقة. بسيطة. هي علامات بسيطة. انا اديتك علامتين واطحين زي الشمس. العلامة الاولى الموافقة. العلامة التانية عدم الملل. فلو انت بتمل بسرعة عند قراءة القرآن يبقى هو مش صاحبك. من الاخر. بسيطة جدا. انا بقرأ آآ 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 خمس صفحات بقدرش اكمل بازهق. بمل. لانا بقرأ حزب وبمل. لانا ممكن اقرأ جزء. بس اكتر من كده بش بازهق. الصراع مش قادر كفاءة اوي كده. بعد بيقرأ جزئين. بس اخرج. في وقت يقرأ ثلاثة. في وقت يقرأ خمسة. ما عندوش مشكلة. في وقت بيقرأ خمسة ونفسه يقرأ اكتر. بس ما فيش وقت. دي درجات. درجات من الصحبة. عشان كده ما تستغربش انك تسمع احوال السلف اللي كان بيقرأ قرآن في ثلاثة ايام. ويفرعه في يومين. ولي بيقرأه في يوم. ولي بيقرأه في اربعة. عادي. هما كانوا بيحبوه جدا. لا يملون منه ابدا. فيش موضوع الملل ده مش موجود. مش موجود عند الناس دي. فكانوا لا يملون من القرآن. واضح? فالشاهد يعني ان من علامات صحبة القرآن. عدم الملل. كل ما تملأ اسرع. كل ما يدل على ان العلاقة ايه? اضعف شوي. شكرا سيدنا عثمان. اه اه هيقول كلام ويطبقوا دلوقتي. كان بيقول ايه جملة شهيرة جدا. كان يقول لو طهرت قلوبكم. لو ايه? لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يبقى دل ان كل ما ايمانك يزيد. كل ما مسألة انك انت تمل تقل. لدرجة ان انت لو فعلا طهر قلبك وبقى مية مية ونضف تماما ما تشبعش ابدا. مهما قرأت لا تمل. مهما بقيت مع القرآن تتدارسه لا تمل. طب اللي بيقوله الكلام ده بيقوله كده زي ما احنا كده زي ما انا بتكلم كده بقول كلام كبير وانا بعملش به. لا. اللي قال الكلمة دي كان هو نفسه بيختم كل يوم. وكان عثمان يقرأ القرآن كما تقول زوجته كل ليلة في ركعة. متخيل? طبعا ده كلام كبير مش عايزين نوصل لكده قوي. بس عايز اقولك ان اللي بيتكلم ده بيتكلم فاهم بيقول ايه? وهو نفسه بيعمل كده. كان يقرأ القرآن في ركعة. كان بعد صلاة العيشة الله اكبر صلاة الفجر يكون ختم. وده ثابت عنه. مش كلام افورة ولا حديث ضعيفة. احنا فين من الكلام دوت? هتقولي بس لي مش ممكن صعب جدا. تعالى. لو انت حسبت الوقت اللي بتعوده على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك بلا هدف. يكفي يكفي ان ك تقرأ عشرة جزاء في اليوم والليلة. صح ولا مش صح? لو انا غلطان قولوني يا غلطان. لو انت بتعودش خمس ساعات على الاقل زيادة عن حكتك. على الميديا. يبقى انا غلطان. انت بتعمل كده. يبقى انت تقدر المثلك يقدر يقرأ عشرة جزاء في اليوم والليلة. انا مش عايز يتقرأ عشرة. اقرأ تلاتة. اقرأ خمسة. بس حرك نفسك. انت واقف. غلط. غلط. يبقى انا بديك بس امرات علامات. ازاي يقول ان انت صاحب. وازاي ان انت تحط نفسك فعلا. اه على الطريق الصحيح عشان الحديث اللي انت فرحان. وفاكر ان انت جواها. وفاكر ان انا صاحب القرآن. الاحديث دي بتتكلم عني. تحكش عن نفسك. لنا ولا انت. لنا ولا انت. مش احنا. احنا محتاجين حياة طويلة عشان نصاحب القرآن دوت. عشان نعرف قديه. يعني القرآن ده يبقى هو حياتنا فعلا. حياتنا بتقوم بالقرآن. طب لو انا بقى صاحبت القرآن. يحصل ايه? يحصل ان حياتي كلها تبقى جميلة مرة واحدة. مرة واحدة. تلاقي حياتك كلها بقى جميلة. لذلك كان ابن ابي الحواري. ابن ابي الحواري بيقول كلمة تكتب بما يزهب. يريد بسرعة يلقطوا مني الكلمة دي وعملوا عليها سيرش في اليوتيوب وفي الجوجل ونزلوها دلوقتي عشان نقرأها مع بعض. قال ابن ابي الحواري عجبت لحفاظ القرآن. آه يقول اني لأقرأ القرآن. يقول ابن ابي الحواري. اني لأقرأ القرآن. واحار في آية. واحار في آية. يعني بعد اقرأ كده وابقى حجن من جمال القرآن. اني لأقرأ القرآن. واحار في آية. ثم اقول في نفسي. عجبا. عجبا لحفاظ القرآن. عجبا لحفاظ القرآن. كيف يهنأ لهم نوم. كيف يهنأ لهم نوم. ويتلززون بشيء من الدنيا. ويتلززون بشيء من الدنيا. وبين ايديهم كتاب الله. وبين ايديهم كتاب الله. والله والله لو علموا ما فيه. لو علموا ما فيه. واستحلوا به مناجاة الرب وتلززوا به في قيام الليل لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا من حلاوة القرآن لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا من حلاوة القرآن تاني هتوها بسرعة يقول ابن أبي الحواري إني لأقرأ القرآن وأحار في آية وأقول عجبا لحفاظ القرآن كيف يهنأ لهم نوم كيف يهنأ لهم نوم ويتلززوا بشيء من الدنيا وبين أيديهم كتاب الله والله لو علموا ما فيه والله لو علموا ما فيه واستحلوا به مناجاة الرب جل وعلا وتلززوا به في قيام الليل لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا من حلاوة القرآن بتحسن انت بتقول ترى كلام خيال علمي اللي هو الكلام ده هو حلو اللي هو بعد ما بالشيخ بيقوله الله أيوا بقى إيه الجمال ده ونقض نمصمص شفايف لكن انت مش موجود انت مش موجود انت مش هنا انت مش حاسس بأي حاجة من الكلام دوت انت بتمصمص شفايفك بس بس انت عند الحقيقة انت مش حاسس بأي حاجة من الحاجات دي تمام فاللي عايز اقوله ان احنا في حاجة غلط يعني اللي حضر معنا دورات تدبر مثلا اللي حضر معنا دورة تدبر الحجرات دورة تدبر النور دورة تدبر طاها مريم دورة تدبر جزء عامة فعلا نحس بموضوع دوت ايه ده هو احنا فين من القرآن هو كل الكلام ده في القرآن كل الكلام ده موجود في القرآن اما لانا كنت فين اما لانا كنت عايش ازاي اما لانا بتعمع قرآن ازاي هو فعلا هي دي الحلاوة يعني ناس كتير بيعلقوا بعد الدورات يقول لك انا انا اول مرة حس قرآن جميل كده ان القرآن حلو كده انا ما كنتش عايشة انا ما كنتش فهم ان القرآن في كل حاجة في كل حاجة في حياتنا انا علاقت بقرآن اتغيرت لان احنا مش منشغلين به وده كلام ابن ابي الحواري قال والله لو علمه ما فيه احنا مشكلة ما نعرفش فيه ايه القرآن فيه ايه ما عرفش احنا مش منشغلين به لا علم ولا عمل ولا تلاوة ولا ولا ان بحاول اتدبر افهم احضر دورات احضر محاضرات اتعلم تفسير فرق جبير عارفين يا جماعة القرآن ده عامل زي ايه بشبهه بيه بشبهه والله المثال اعلى يعني بان انت مثلا رحتي انت رحتي لايه وده وده يعني المثال ده بيحصل في الواقع فعلا انت رحتي الكلية حلو ودخلتي وقاعدة مع اصحابك البنات اللي هم بيعود يهزروا ويتحكوا وضيع وقتك وبتاع ففاكرة ان دول ايه دول اصحابي التمام الجمدين الكفاءة الكلام ده حلو في واحدة بنت محترمة جدا مؤدبة جدا لبسها ممتاز جدا قاعدة بعيد فحالها خالص ما بتكلمش حد قاعدة بعيد فحالها خالص ما بتكلمش حد اصلا عمرها ما بتروح لوحدة تكلمها ولا بتبدأ تصاحب اي واحدة فاحنا شايفينها من بعيد البنت شايفها من بعيد فاكرها بنت خنيقة تمام فاكرها بنت ايه خنيقة البنت دي شكلها خنقة كده مش عارف ليه من بعيد كده من بعيد كده شكلها خنقة هي شكلها محترمة وكويسة بس انا حاس ان هي خنقة كده فاكل الناس ايه فاكرها كده ايه فاكرا ان البنت دي علاقة معها تتحول اللي احنا نتخنق وخلاص قدر ربنا ان انت رحتي المدينة الجامعية حلو المدينة الجامعية ونزلتي في قوضة قدر ربنا ان البنت دي بقت معاك في الغرفة بتاعتك قدر ربنا ان البنت دي معاك في الغرفة بتاعتك فبدأت تتعرف عليها وتقربي منها وتسهري معاها الليل وتقعدي معاها بالنهار والدردشه مع بعض وانت فتحت معاها موضيع بدأت تتكلمي معاها وهي بدأت تطلع وبدأت انت تديها نفسك بدأت تديك نفسها اكتشفتي ان البنت دي كنز من كنوز الارض ان البنت دي احسن بنت شفتها في حياتك اخلاق ادب هزار احترام جدعانة مروقة صلاة عبادة ابتسام طيب جمال وكل حاجة فيها روعة فروحت انت قلت لها هو انا ازاي ما كنتش اعرفك من زمان انا ازاي كنت ببصلك من بعيد معتبرا ان انت بنت خنق كده وانا مش عايز اتعرف عليكي انت ليه ما كنتش بتيجي اتعرفي علينا ليه الجمال ده كله مخبيان تقول بنت اتلك والله انا ما بتعرفش على حد انا اللي يجيلي بتديله كل حاجة لكن ما تجيليش ما لكش عندي حاجة هو ده معنى قوله تعالى وانه لكتاب عزيز وانه لكتاب عزيز عزيز يعنيه مش هيجيلك انت تجيله وانت تتعرف عليه وانت اللي تصحبه وانت اللي تقدم له وانت اللي تحاولت تبقى شابه ساعتها هتكتشف انا كنت فين من الكتاب دوت انا كانت حياتي ماشية ازاي قبل ما اتعرف على القرآن انا كنت ازاي بفرح بضحك بقول ان انا سعيد قبل ما تبقى لي علاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى فتبتدي تقولي البنت دي يا جماعة ممتازة وتبتدي تكلمي البنات عنها بيظل البنات برضو قلقانين هم سمعين منك تمام كلام ان البنت دي ممتازة يا جماعة لازم تتعرفوا عليها لازم تشوفوها هو ده كلام من قبل حواري انا برجع لك تاني الكلام من قبل حواري وكاني بفهمك وبيقول ايه هو بيقول اني لا اقرأ كان البنت دي لما تعرفت على البنت الممتازة ديت واقول عجبا لحفاظ القرآن كانك بتقولي البنات الدفعة ازاي مش عارفينها يا بنات الدفعة انتو ازاي مش عارفينها وقال لك اس لبنت دي انتو مش عارفينها انتو قربتوا منها تعرفتوا عليها شفتوا اخلاقها شفتوا بركتها في حياتكو شفتوا جدعانتها شفتوا قفتها جنبكو لما تقربوا منها وتعرفوها هتقولوا احنا ازاي مكناش نعرفك من زمان النفس المثال ده بالضبط ولله المثال الاعلى كذلك القرآن اول ما اتقرب منه تلاقي حياتك كلها بقت بركة وانه لكتاب عزيز لكن في نفس الوقت كتاب مبارك مبارك من عند الله سبحانه وتعالى عشان كده كان احد العلماء جاءه طالب علم طالب علم جاي يطلب العلم فقال اريد ان اطلب عندك العلم فقال يا هذا اتحفظ القرآن يعني انت بتحفظ القرآن شغال في حفظ القرآن قال لا فقال الرجل واغوثاه بالله واغوثاه بالله طالب علم لا يحفظ القرآن باي شيء يتنعم وباي شيء يترنم وباي شيء يناجي ربه بص اخبالك من الكلام بصه لما قال لما حبي يبين المصيبة قال انت عايز يقوله انت عايش ازاي انت بتتنفس ايه انت فين النعيم اللي في حياتك انت سعيد ازاي فقال طالب علم واغوثاه بالله طالب علم لا يحفظ القرآن باي شيء يتنعم وباي شيء يترنم وباي شيء يناجي ربه تمام ابو سليمان الداراني يقول والله اني لأقوم الليل بالآية الواحدة واظل فيها خمس ليالي يعني كل الليلة يبدأ بالليال دي يوقف عندها قال والله لو لا الغفلة ما تجاوزتها والله لو لا الغفلة ما تجاوزتها ما تجاوزتها فان في كل مرة علم جديد وفهم جديد ومعنى جديد والقرآن لا تنقضي عجائبه يقول لأ خمس ليالي بقوم بآية كل ما أقرأ أتدبر حاجة بيقول فيه كل مرة معنى جديد وعلم جديد والقرآن لا تنقضي عجائبه فين الصحبة بقى هل انت صاحب قرآن هل انت في علاقة زي كده هل انت مقرب منه كده صحبة يعني علم تتعلم تفسير تتعلم قواعد تفسير تحضر دورات تفسير عمل تعمل بكل كلمة تعلمتها تلاتة قيام قيام وحفظ ومراجعة والحاجات دي أربعة عدم ملل تمام موافقة كل الحاجات دي صحبة يبقى أنا علشان أقول أنا من صاحب القرآن لازم أنتقن من خاند أكيد علشان كي قلت لكم والحفظ ومراجعة دي السلمة الأولانية احنا في أول الطريق عارف يعني الحفظ ومراجعة اللي هو أنا بس انت عادتي مع البنت في الأوضة بس لسه بنتعرف على بعض احنا لسه عاناش حاجة فيش أنشطة ما بيننا احنا عادنا مع بعض بس بس لسه فين بقى الكلام مبدأناش أي حاجة فده احنا كده بحفظ القرآن عشان يبقى موجود بس عشان يطلعه يعني كأني بالزبط عارفين حفظ القرآن ده عامل زي إيه عامل زي واحد مريض حل مريض عنده مرض معين وأحيانا بتجي له النوبة النوبة فجأة كده فالدكتور قال له والله الدوة بتاعك هو الدوة اسمه كذا حل تمام ففيه واحد شايل الرشدتة في جيبه وقال لما تجي لي النوبة هروح اشتري الدوة من الصيدلية واخد الدوة وابقى كويس التاني بقى قال لا أنا أشتري الدوة وحطه في جيبي مش هحط للرشدتة أنا أحط الدوة في جيبي عشان لما تجي لي النوبة اخد الدوة على طول فطبعا التاني احسن بكتير من الأولاني لأن الأولاني لسه لما تجي له النوبة لسه حيدور على الرشدتة ولسه حيروح صيدلية ولسه حيعرف شغلانا ممكن يكون مات على ما فده اللي مش حافظ القرآن اللي هو معتمد أن لما تحصل مشكلة حقرق قرآن حسأل شيوخ حشوف حدي يقول لي الصورة اللي قراها اللي تحلي لي مشكلتي مش فاهم حاجة لكن اللي حافظ القرآن بقى عامل زي اللي حطت الدوة في جيبه هو بقى في جيبك خلاص هو الدوة موجود في جيبك بس الدوة موجود في جيبك دي خطوة حلوة بس مش دي النهاية يعني لو أنت في الآخر بعد ما الدوة حطيته في جيبك وعملت حاك ويسع عشان تبقى سريع سريع لما يحصل لك النوبة يعني إيه النوبة اللي هي الفتنة لما تجيلك الشبهة لما تجيلك المعصية لما تحلو في عينك معاك القرآن بقى معاك الدوة بقى ها في جيبك شفاء للصدور حلو لكن هو ده وكوني أنا اشتريت الدوة وحطيته في جيبي أنا كده خفيت لا أنا كده لسه محتاج لما تجيلي النوبة أطلعو وأخد الحباية و طب أنا معايا القرآن في جيبي معايا القرآن في صدري بس أنا مش عارف أطلع منه حاجة ما بفهموش ما بعرفش ساعة المشكلة ساعة الشبهة الآية اللي تعالجني ما بعرفش ساعة الشهوة الآية اللي تثبتني ما بعرفش ساعة المشكلة الآية اللي طبطب عليا أو الآية اللي مثلا تطيب خطري مش عارف لأن أنا مش فاهم لأن أنا ما بعرفش أطلع أنا حافظ وأجيبها لك كلها من غير ولا غلطة لا تجويد ولا تشكيل ولا أي حاجة جيبه لك تريك كده بس لما بتحصل لي شبهة أنا مش عارف فين الرد لما بتحصل لي شهوة مش عارف فين العلاج لما بحصل لي مشكلة مش عارف فين الآية تجاوبني على المشكلة ديت فاهمين فده اللي أنا عايزه نحن يبقى أولا عشان أبني علاقة صحيحة مع القرآن وأقول لنا صاحبه فيه أحفظه مراجعة حلو خلاص كده الدوا في جيبك لكن لازم علم بقى أعلم أتعلم أتعلم تفسير تعلم تدبر أحضر دورات قرآن أسمع دروس تفسير بانتظام أقرأ في تفسير بانتظام أفهم إزاي قواعد في التفسير قواعد في التدبر ثم بعد ذلك ودي أخطر نقطة أخطر نقطة على الإطلاق إن أنا أنتوي العمل بقى أنتوي العمل وأنفذ يعني أعود نفسي أنني ما أسمع آية ما أسمع آية إلا أعمل بها أي آية تعدي علي في حفظي هو ده اللي إحنا بدأنا به إن البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة ويأتي أهلهم الذين كانوا إيه يعملون بهم في الدنيا مش كده مش هحنا قلنا كده أهلهم يعملون في يبقى أنا أقول والله أنا أنا حعمل آتي حلو أنا لا تمر علي آية في كتاب الله إلا ولازم أعمل حكتين أفهم ولو حتى المعنى الإجمالي ولو معنى الإجمالي الآتي بتقول إيه بس مش لازم تفاصيل وعلى طول سؤال سريع بيجي فبالي الآتي بتدعو إلى إيه أنا بعمله ولا لأ بعمله الحمد لله ما بعملوش ما بعملوش ليه وإزاي حعمله سهلة سهلة وهو ده الشخص المثالي اللي إحنا عايزينه وحضرب لكم على ذلك أمثلة تاني أنا بقى حفظت حلص براجع بثبت بقى بقرأ حلو يبقى أنت كده الدواء في جيبك عايزين نطلعه عايزين ناخده في شبهات حتيجة في شبهات حتيجة في عمراض في مشاكل عايزة أتعود أن أنا أتعامل معاه بسهولة يبقى بسيطة جدا منهج بسيط جدا علم عمل فيش أي حاجة علم عمل عشان كده عمله بكتاب في كتاب جميل كده اسمه القرآن تدبر وعمل القرآن تدبر وعمل ممكن تنزلوه هو برعا مصحف فيه على الهامش معاني وتدبر وواجب يعني يقول لك إيه الواجب العملي في الآية دي القرآن تدبر وعمل سهل جدا نزلوه عن النت القرآن تدبر وعمل هو مصحف عادي بس على الهامش هتلاقوا فيه المعاني فيه التدبرات فيه الواجب يعني إيه الهام دي وترشدك لئيه ومفروض أعمل إيه فالطبيعي أنا عشان أبني علاقة صحيحة مع القرآن هعمل الآتي هعمل الآية دي بتقوليه علشان أتفكر فيها وبعد ما أتفكر فيها أستخرج العمل المطلوب بعد ما أستخرج العمل المطلوب ودي الخطوة الأهم أنفزه أنفزه يعني تعالوا نقل أي آيات عشو أي أحد قوله تعالى ذلك الكتاب لا رأيب فيه هدى للمتقين خلص بسيط جدا أن الواجب هنا أن أنا أزداد يقين في القرآن وما شكش أبدا أنه من عند الله وأحاول أن ألتزم بالتقوة وهي ترك المنكرات وفعل الواجبات الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة أنا بصلي بس ما بصليش قوي يعني مش بركز في صلاتي طب أنا أحاول أركز في صلاتي علشان يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هل أنا بدفع زكاتي ولا لا إيه أحكام الزكاة وهم بالآخرت هم يقينون تمام أولئك على هدى من ربهم وعليكم الحون تمام وبعد كده كل بقى مثلا آيات عن الجنة والنار إيه الواجب فيها الواجب فيها الشوق للجنة الخوف من النار التفكر في عواقب معصيتي اللي ممكن تحرمني من الجنة طب أنا عايز أتوب من معصية فلانية وفلانية عشان أنجم من النار ديت لما بقرأ في أسماء الله الحسنة عليم حكيم خبير كل اسم عندي ليه واجب كل اسم عندي ليه معنى كل اسم عندي ليه تدبر وده باب طويل يطول شرحه لما تقرأ قصص الأنبياء حتى قصص الدعاء قصص الأمم السابقة بتقرأ وربنا عاتبهم في إيه على الكفر على فعل قوم لوط على أن هما بيطففوا الميزان لما ربنا وصف عاد قال أو تلك عاد جحدوا بإيهات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسله طب أنا بعص الرسول عليه الصلاة والسلام أنا بعملش للرسول بيأمور به طب أنا عصوا رسله برضو طب أنا كده بشبه قوم يهود في المصيبة ديت أنا إيه بقعد أدردش مع نفسي كل آية بحاول أطلع منها إيه واجب بحاول أطلع منها فكرة بطلع منها واجب ربنا بيقول إعلامه أنما الحياة والدنيا لعب وله وزينة وتفاخر خد الآية دي طبقها على العيال بتوقيت تيك توك اللي بياخدوا فلوس بالهبل بيعملوا فيديو أي تخلف بعد كده ياخد فلوس اللي أنا عادي أحسد أنا لعبت الكرة وعادي أحسد ممثلين وعادي أبص اللي بتوع المهرجانات وبتوع الراب اللي عادي مولعينها مليونات بيبقوا مليونيرات في أسابيع وعادينا احنا نهري ونتكلم في الموضوع دوت تروح للقرآن تلاقي كلام تاني اعلموا أنما الحياة والدنيا لعب وله وزينة تفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد صح صح ده أنا واععة في الحتة دي كمثل غيس العلاج بقى أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة كل رايح وفي الآخرة انت بتفعج جديدة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور طب إيه الواجب الواجب هنا بقى مكتوب كمان يعني مكتوب فيه واجب مكتوب سابقوا أنا معرفة المعروضة مش هنفس حد على الدنيا مش هحسد حد مش هدى بص للعائل التفهى اللي بياخدوا فلوس على مخنية متخلفة ترين دهبل أنا مش في الحتة دي مش تبعي الحتة دي أنا بقرأ وقرأ أنا جماعة وفاهم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم شوف أنا بعدي لك بس عشوائي كده عشوائي تعامل زي مع الأسماء والصفات ذكر الجنة والنار ذكر قصص الصالحين والأنبياء آآ ذكر المواقف التحذيرية آآ ذكر مالبقى الأوامر والنواهي يعني آيات الحجاب أنت ملتزمة بيها حجابك واسع حجابك مش فتنة آيات غض البصر آيات الربا آيات الزنا آيات القتل آيات التطفيف الميزان آيات الميسر آيات الخمر كل دي أحاسب نفسي على كل آية لو أنا عملت كده يبقى أنا بدأت صاحب القرآن إن ربنا قال الناس الجمدة هم المتصفين بالآتي قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه تاني الذين يستمعون القول لو قرآن فيعملوا فيتبعون أحسنه أولئك أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المتقون يعني مثل ما قال تعالى مثلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يحصل على طول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ده التطبيق العملي التطبيق العملي التفاعل يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات ومثل قول تعالى ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فا دايما في فا سرعة وفي تطبيق بعدها فآمنا ساعتها بقى أطلب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ساعتنا وتوفنا إيش مع الأبرار يبقى فيه تطبيق عملي تمام تطبيق عملي زي ما الصحابي سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاني واحد صحابي سمع أبو طلحة أنصاري قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنت الآية دي سمعتها كتير قريتها كتير إيه تفاعلك معها تفاعلك معها مفروض أفهمها والله ربنا بيقول أنتو مش هتنالوا البر طب إيه هو البر البر ده أعلى درجة في الخير أعلى درجة في الخير اسمها البر إيه حتى حتى دين ليه الغاية إيه إيه تنفقوا مما تحبون آه يعني مش نفق عادية يعني أجيب الحاجة اللي بحبها طيب يلا نطبق عملي سؤال عمرك أنفقت مما تحبين عمرك كان عندك شنطة جديدة أو شنطة نص جديدة تصدقتي بالجديدة عمرك نزلت اشتريتي حجاب حجاب جبتي حجاب ليكي وحجاب لوحدة فقيرة عمرك نزلت جبتي أكل من مطعم مشهور وعملت جبتي وجبة غلية بتحبيها نفسك فيها ديتيها الفقير ولا إحنا مندي الفقير الأكل اللي حيترمع بدلا ما نريف الزبالة نرميه بقق الفقير نديله الهدوم اللي قطع اللي كانت حتترمع بندينه الجزم اللي ما تتلبس بندينه الحاجة المهلهلة المعفنة لكن أبو طالحة الأنصاري آية بتقول هنفذ قال يا رسول الله إن أحب مالي إليا بيروحاء إن أحب مالي إليا بيروحاء لا مش تصدق بوجبة ولا بشنطة تصدق ببستان بستان بستان يا جماعة بستان مطلة على المسجد النبوي وقال فاجعلها يا رسول الله صدقة لله وليرسول سبحان الله ده اللي بتكلم فيه أنا لو منهجي كده في تعامل القرآن بسمع القول بتتبع بسمع بطبق بسمع أفهم أطبق بسمع أفهم أعمل على طول هتحول بعد فترة إلى صاحب كل ما أقرب يقرب لي كل ما أقدم يقدم لي أبقى صاحبه ساعتها أبقى صاحبه كل ما تعكس تسمع بتنفس تبقى شابه اللي قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون إلا استمعوه وهم إيه يلعبون لا هي قلوبهم إحنا كده نلعب نسرح لا هي القلوب بنيرى القرآن أفعالنا في ودي تاني أفكارنا في ودي تاني تصوراتنا في ودي تاني أنت مش صاحب القرآن صاحبه اللي أنا قلت لك على أي دوات الموافقة العمل عدم الملل اللي انشغال به حفظ تلاوة علم تدبر قيام صيام تطبيق كده أنت صاحبه تعملش أنا بقول عليه يبقى إحنا بنهزر مزعلوش مني كلامي قاسي آه وصريح قوي وصدمتنا آه إحنا نستاهل آه صعبنا عليك لا لأن لو أنا ما قلت لكش الكلام ده مش هتسمعه من حد تاني واللي أنا ما اديتكش بقين دول يبقى أنا مش أمين معاك يبقى أنا مش أمين معاك وأنا مش مش اللي هي فرحة أن أنا بقعد أقول كلام أنا بكلم نفسي على فكرة أنا بكلم نفسي أنا وحش برضو أنا بعملش اللي أنا بقوله فأنا بعاتب نفسي بس لازم تسمعه الكلمتين دول علشان ما تجوش يوم اليامة تشوفه علاء حمد تشعبته في رقابته تقول يا رب ما قلناش يا رب ما قلناش طالع من اللي طالع علينا ميت لايف وكان بيضحك علينا لا أنا عايز يوم اليامة تقول يا رب إحنا يعني يبقى ليه شفاع يوم اليامة لو افتكرتوني يعني فأنا بلغت ويا رب أنا أعمل بالله أنا بقوله بس وبعكدا أنت أعملوا به هو ده طريق الصحبة إيش طريق تاني بسيط بسيط هو يسير على من يسره الله عليه هياخد منك مجهود آه هياخد منك وقت آه هتتعب عشان توصل للمنزلة دي جدا 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 بس الموضوع يستاهل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ادفع التمن ألا إن سلعة الله الجنة عايز الجنة وده طريق الجنة عايز صحبة القرآن هو دوت عايز تبقى في الحديث اللي لتقى في أول اللايف وده طريق اللي عرفه ألا رحتك بقى اعمل انت عايزه اللهم ابلغت اللهم افشعت أنا بحبكم في الله ويا رب يكون اللايف دوت وصل لكم فكرة فهمكم حاجة وقفكم على الطريق حفزكم على القلب ونبقى ابدأ ابدأ مش لازم مش هتوصل النهار ده ولا بكرة ولا كمان شهر بس ابدأ 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 غير يارى الله منك خيرا اعمل زي قاتل ميت نفس اللي احنا حكينا قصته ابدأ امشي في الطريق اوصل ابدأ الطريق لو مد كأنك وصلت قرب من قرية طيبة قرب منها بس حتتكتب من اهلها حتى لو موصلتش صح اش هتعلمنا كده في القصص انا بحبكم في الله الفرحان قوي باللقاء الجميل دوت وان شاء الله نكمل حاجة شبه كده في اللقاء اللي جاي جزاكم الله كل خير اللايف حيكون موجودة على الصفحة اسمعوه تاني وتالت وانشروه سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اشهدو الله اللي انت استغفرك واتبوليك السلام عليكم ورحمة الله اشهدو الله